بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عما يتساءنون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور يوم ينفق في الصور فتأتون أبواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطائن مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فنن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعذابا وكواعب أترابا وكحسا دهاقا لا يسمعون فيها نقوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه فضابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذننه الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المر ما قدمت يداه يوم ينظر المر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والناسعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراتفة تتبعها الراتفة قلوب يومئذ وادفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا مو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه إذ نادى ربه بالواد المقدس طوا هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طبا فقل هل لك إنا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد فلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأضطش ليلها وأخرج ضحاما والأرض بعد ذلك دحاما أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من قضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خوف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك موتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وأن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاهك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره قدل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نقفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصفة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل مرهم منهم يومئذ شأن يغني أجوه يومئذ مسفرة طاحكة مستبشرة وأجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطنت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المربودة سئلت بأي ذنب قتلات وإذا الصحف نشرات وإذا الصحف نشرات وإذا السماء بشيطات وإذا الجحيم سحرات وإذا الجحيم سحرات وإذا الجنة أسلفات وإذا الجنة أسلفات علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند بالعرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالرفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون في الدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا سل المطبقين الذين إذا اكتهدوا على الناس يستغفون وإذا كانوا هم هوزنهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب النرطون ضيل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معدد أزيل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ونعلى قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كتبه تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرضون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتابه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأواهم قالوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين بل يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي حتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي حتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروجة واليوم الموعودة واليوم الموعودة وشاهد ومشهودة قتل أصحاب الأخدودة أن نار ذات الوقودة إذ هم عليها قعودة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودة وما نقبوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب أريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعان لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لن عليها حافظ بل ينظر الإنسان مما خلقه خلق مما يدافقه يخرج من بين الصر والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تبنى السرائر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لكون فصل وما هو بالهزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أسرج المرعى فجعله غساء أحوى سنقرعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى هم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تغسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العولى صحف إبراهيم والموسى هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ فاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضرية لا يسمن ولا يكن من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونبارق مصوفة وزرابي مبسوثة أفلا ينظرون إلى الابن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا حيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجه ألم تر كيف فعل ربك بعادة إرمدات العمادة التي لم يخلق مثلها في البلادة وثمود الذين جابوا الصفر بالوادة وفرعون ذي الأوتاد الذين ضغوا في البلادة فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط عذابا إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت العرض دكا دكا كلا إذا دكت العرض دكا دكا جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا ينثق وساقه أحدا يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولدا لقد خلقنا الإنسان في كبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحدا يقول أذلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت أم العقبه وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا لهم أصحاب المشأمة عليهم نار مرشدا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضغواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسفياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشدا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخر واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للمدى إن علينا للمدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأدقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما يودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الهولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهاوى ووجدك طولا ثمدا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيم فلا تنهر وأما الساهل فلا تنهر وأما بلعمة ربك فهدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فردت تنصب وإلى ربك فرغب والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد من دين أليس الله بأعكم الحاكمين إقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي نسفعا بالناصية ناصية كاببة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقتربه الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أرض سلام هي حتى مطلع الفد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين دينا لجهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثطال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثطال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأزرن به نقعا فوسطون به جمعا إن الإنسان لربه لكنودا وإنه على ذلك لشهيدا وإنه لحب الخير لشديدا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ الأخابير القارعة من القارعة وما أدراك من القارعة يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راطية وعما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار 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 حامية نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية أَلْهَاكُمُ التَّكَاسُرُ أَتَّاسُرْتُمُ المقابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أقنده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة وما أدرك ما الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفردة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الحين ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبابين تطليهم بهجارة من سجين فاجعلهم كعصف مأكون لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف بل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من فوق أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو المبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ثبت يدا أبي لهب وتبا ما أقنى عنه ماله وما كسبا سيصنى نارا ذات لهبا وامرأته حمالة الحطبا في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعود برب الفلق من شر ما خلقه ومن شر غاسك إذا وقبل ومن شر نفاسات في العقدة ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الفناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اشتركوا في القناة